وخلينا نكونكم سريعا في جولة المحافظات ومعنا مجموعة من الأخبار اللي حصلت مبارح في عدد من محافظات مصر كم منها فتح الحديقة الدولية ومكتبة مصر في محافظة ألمينيا مجانا بمناسبة العيد القومي للمحافظة كم منها أيضا بدء العمل في إنشاء المحطة الوسيطة لجمع القمامة بالقناطر الخيرية في محافظة القليوبية أيضا مبارح في محافظات مصر تم الإعلان عن توزيع 36 ألف طن أسمدة على المزارعين المستحقين في المنوفية وتتشين منظومة النظافة الجديدة في أجابد أهلية وأخبار تانية كتير هنتعرف عليها مع حضرتكم في سياق هذا التقرير أخبار وأحداث كتيرة شهدتها محافظات مصر مبارح البداية من المينيا اللي أعلنت عن فتح أبواب الدخول للحديقة الدولية بمنطقة شرق النيل يومي 17 و18 مارس بالمجان أمام المواطنين وكمان فتح أبواب مكتبة مصر العامة لجميع الجماهير بدءاً من يوم الحد 12 مارس حتى يوم السبت 18 مارس وده بمناسبة الاحتفال بالذكرى 104 للعيد القومي لمحافظة المينيا في شمال سيناء أقام مجلس مدينة العريش محطة انتظار مضيئة تعمل بالطاقة الشمسية أمام مبنى المحافظة لخدمة المواطنين وأكد مركز مدينة العريش أنه جاري إقامة 20 محطة انتظار أخرى في أماكن متفرقة بشوارع المدينة الرئيسية في كفر الشيخ تم تدشين معرض بيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بيضم 24 بكية وبيحتوي على سلع غذائية أساسية من الرز والمكارونة والسكر والزيت والبقليات ومنتجات الألبان والعسل والدقيق ويميش رمضان في الأليوبية تم بدء أعمال إنشاء المحطة الوسيطة لجمع القمامة بمدينتي القناطر الخيرية وأليوب ضمن خطة المحافظة للنهوض بمستوى النظافة وإنشاء محطات وسيطة لجمع القمامة وفرزها بجميع مدن المحافظة تقام المحطة الوسيطة على مساحة 4.5 فدين وبتستوعب 10 تلاف طن يومياً في الشرقية انتهت فعليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية حق اجتنظمي واللي استمرت على مدار 10 تيام في الفترة من 25 فبراير حتى 8 مارس تم خلال الحملة تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية 143 ألف سيدة في الدأهلية تم إطلاق منظومة النظافة الجديدة بمدينة أجا واللي بتضم 7 سيارات 5 طن ألاب وسيارة مجبس 6 طن و197 صندوق نظافة وحاوية وكمان تم افتتاح موقف أجا العمومي بعد تطويره على مساحة 4000 متر مربع في الغربية أعلنت مديرية الشؤون الصحية تقديم 101 ألف و206 جلسة علاج طبيعي لـ 58 ألف منتفع بالخدمة بأقسام العلاج الطبيعي بمختلف المستشفيات العامة والمركزية والنوعية ووحداته مراكز الرعاية الأولية بالمحافظة وداخلها لشهر يناير وشهر فبراير اللي فاته في المنوفية تم الانتهاء من توزيع الأسمدة الخاصة بالزراعات الشتوية في كل أنحاء مراكز المحافظة بواقع 36 ألف طن أسمدة طبقاً للحصر اللي تم إجراؤه من قبل الجمعيات الزراعية للمحاصيل المستحقة ومنها الأمح والبطاطس والفاصولية في الوادي الجديد أعلنت مديرية الشباب والرياضة استكمال فعاليات المحطة الأربعة عشر من مشروع القوافل التعليمية والتنويرية لطلاب الشهادة العامة بالمرحلتين الثانوية والإعدادية بمحافظة الوادي الجديد وشارك ضمن الفعاليات على مدار يومين 9800 طالب